بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية حلقات يسعدنا أن تتناول دائما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرويات عنه وتصلكم بالسادة العلماء الأفاضل المتخصصين في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمييز ما هو صحيح وسليم وصالح للعمل به وننتظركم دائما على الرقم الهاتف صفر خمسة سبعة وثلاثين تمانية وستين واحد وخمسين ستين ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الدكتور توفيق الغلبزوري أستاذ التعليم العالي في كلية الدين كلية وصول الدين بتطوان ورئيس المجلس العلمي المحلي لعملة المضيق الفندق فضيلة الدكتور مرحبا بك من جديد مرحبا بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل في إطار حديث النبي صلى الله عليه وسلم دائما وضع العلماء مجموعة من القواعد ومجموعة من المصطلحات والعلوم من بين هذه العلوم فضيلة الدكتور علوم علم غريب الحديث لو تفضلتم في بداية هذه الحلقة لتعريف بهذا العلم وما هي أهميته في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعده فإن هذا العلم علم غريب الحديث جعله المحدثون والعلماء من علوم الدراية يعني علوم فقه المتن فقه متن الحديث فالحديث ينقسم إلى سند ومتن فالمتن هو نص الحديث نص الحديث الحديث إنما ورد هذا الحديث ليفهم فهما سليما ويستنبط منه استنباطا صحيحا فيما يتعلق بالأحكام وحتى يفهم الحديث أو يفهم معنى الحديث فهما سليما لابد من فهم الألفاظ أولا فغريب الحديث هو الألفاظ الغريبة الغامضة الواردة في متن الحديث أو في نص الحديث والتي تحتاج إلى تفسير وشرح لرفع الإشكال ورفع اللبس عنها وهذا العلم ضرورة للمحدث والفقيه والأصولي حتى يفقها ويفهم معاني الحديث حتى يفهم الحديث فهما صحيحا ويكون استنباطه استنباطا سليما للأحكام فهذه عملية تسبق فهم الدلالة وفهم معاني الأحاديث لأنه فهم للمفردات وفهم للألفاظ وهذا العلم إنما ظهر بعد الفتوحات الإسلامية الكبرى ودخول الأعاجم في الإسلام فانقطعت الصلة بالعربية الفصيحة البليغة فاحتاج الناس إلى هذا العلم إذن سبب البحث في هذا العلم هو ضعف الناس في قضية اللغة العربية في اللغة ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل ألفاظا غير معروفة لا أبدا ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا غريبة إنما قل استعمال هذه الكلمات لما انقطعت الصلة بالعربية الفصحة لا سيما في البلاد الأعجمية فانقطعت الصلة فانقطع الفهم فهم هذه الألفاظ وإلا فإن هذه الألفاظ لم تكن غريبة على الصحابة رضا في عهد الرسالة لم تكن غريبتان وكانت كثيرة الاستعبال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها الفصاحة والبلاغة فاحتاج الناس إلى شرح هذه الألفاظ عند ذلك ظهرت هذه الكتب كتب غريب الحديث هل توجد ألفاظ كثيرة يعني فيها غرابة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما بعد الزمان وطال العهد إلا واستغرب الناس لألفاظ يقل استعمالها اليوم مثلا اليوم هناك الكثير من الألفاظ يقل استعمالها وتستعمل في مواضع أخرى غير المواضع التي أريدت لها فيقل فهم الناس لهذه الألفاظ فيحتاجون إلى شرح هذا الغريب ولهذا فعلم غريب الحديث هذا العلم إنما ظهر لما اتسعت الفتوحات الإسلامية الكبرى على جبهة الروم جبهة الفرص فدخلت الأعاجم في الإسلام وبعد عهدهم بالرسالة وبالفصاحة والبلاغة فلم يفهموا هذه الألفاظ فانبرى علماء الحديث وعلماء السنة لشرح هذه الألفاظ الغريبة لمن لا يفهمها وظهر هذا العلم في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث على عهد أتباع التابعين فشرح الإمام إمام الدار الهجرة مالك بن أناس بعض الألفاظ الغريبة كما شرح السفيان الثوري وغيرهما شرح هذه الأحاديث ثم توالت التأريف في علم غريب الحديث أجود تفسير لهذه الألفاظ الغريبة للأحاديث يعني لمن يريد الحقيقة أن كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام بن الأثير الجزري هذا الكتاب فعلا إليه النهاية في شرح غريب الأحاديث ولقد صنف كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر الإمام بن الأثير الجزري على حروف المعجب فهو سهل سهل التناول دقيق العبارة في شرح الفاظ الغريب وقد سبقه وتقدمه الإمام أبو القاسم جار الله أز مخشري في الفائق في غريب الحديث كما أن هناك الأئمة المتقدمون كأبي عبيد القاسم بن سلام وفي المغاربة القاضي عياض اليحصبي السبتي في مشارق الأنوار في شرح ما صح من الآثار وقد شرح فيه الصحاح ثلاثة موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وكذلك من المغاربة الأندلسيين الإمام أبي عبد الله الحميدي الميورقي الأندلسي له شرح غريب الصحيحين فاختص بشرح غريب الصحيحين البخاري ومسلم والكتب في هذا الباب كثيرة لو طلبنا نموذج لهذا الغريب حتى يعرف المشاهد المستمع الكريم نعم من النماذج على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء فكلمة هاء وهاء هذه غريبة يعني لا تفهم بسهولة لأنها قليلة الاستعمال رغم أنها كانت كثيرة الاستعمال على عهد النبوة لكن شرحها وهذا ما سنظفر به في شرح حديث آخر لأن الأحاديث بعضها يشرح بعضا ويفسر بعضا وبعضها يأخذ برقاب بعض فما أجمل في حديث فسر وبين وبوسط في حديث آخر فأحيانا هذه الأحاديث هي التي تشرح الغريبة بنفسها ففي حديث عبادة بن الصامث شرح النبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء بقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد فتبين المراد بهاء وهاء بأنها يدا بيد فهذه مثال غريب الحديث هناك غريب الحديث وهناك الحديث الغريب حتى لا يستشكل أحد هذا الأمر الحديث الغريب وهناك الغريب النسبي والغريب المطلق هو الذي انفرض بروايتي واحد إذن لا علاقة له بالحديث الغريب أبدا هذا في حيث السند هذا متعلق الحديث الغريب متعلق بالسند وغريب الحديث متعلق بالمتن بنص الحديث فالحديث الغريب من فرض بروايته واحد وقد يكون غريبا مطلقا وهو ما كان الغرابة فيه في اصل السند كالصحابي مثلا كحديث انما الاعمال بنيات الذي رواه صحابي واحد وهو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فهذا حديث غريب مطلق لان الغرابة في اصل السند وهو الصحابي هناك الغريب النسبي وهو الذي ينفرد بروايته راو واحد اما المقصود هنا بغريب الحديث فذاك من علوم الرواية وهذا من علوم الدراية وفقه المتن وهذا يسبق فهم معاني الدلالات ومعاني الاحاديث بتفسير المفردات وتفسير الفاظ الحديث فالالفاظ والمفردات لابد ان تفهم قبل فهم وفقه معاني الاحاديث فهذا هو هذا العلم علم غريب الحديث وعلينا الاهتمام به في دروسنا الحديثية لانه هو علم مهم جدا لفهم الاحاديث ولفهم نصوص الحديث وكثيرا ما يعرض عنه الناس بدعوة الاشتغال بالاسانيد والرواية والمقصود من الحديث اصلا هو الدراية هو فهم معاني الاحاديث اما الاسانيد فليست سوى وسيلة للصحة والضعف بارك الله فيكم فضيلة الاستاذ في اهل اهل المقدمة الجميلة اذا سمحتم ان نستقبل اول مكالمة في هذه الحلقة الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعث اولا اتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما تقدم لنا من هذه الدروس الحديثية النافعة باذن الله تعالى اود ان اسأل فضيلتكم عن حديث النهي عن تشبيك الاصابع عند الخروج الى المسجد هل هو حديث صحيح ام لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور يسأل عن حديث النهي عن تشبيك الاصابع هذا الحديث اخرجه الامام ابو داود في سننه وهو في صحيح سنن ابو داود بمعنى انه حديث صحيح هذا حكمه اذا توضأ احدكم اذا توضأ احدكم فاحسنوا وضوءه وعمد الى المسجد فلا يشبك يديه فانه في صلاة وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابين جليل كعبي بن عجرة رضي الله تعالى عنه ومعنى الحديث انه تشبيك اليدين وتشبيك الاصابع معنى التشبيك الاصابع وادخال بعضها في بعض هكذا فهذا التشبيك ينافي الخشوع في الصلاة وسكون الجوارح لانه اذا لم يخشع القلب لم تخشع الجوارح ففي هذا عبث المصلي فالانسان وهو يعمد الى المسجد ليصلي قبل الصلاة هناك النهي الكراهة كراهة تشبيك اليدين يعني وهو ذاهب الى المسجد ثم في انتظاره للصلاة هناك الكراهة كذلك لا يجوز له ان يشبك يده ولكن عند انقضاء الصلاة عندما تقضى الصلاة لا بأس من تشبيك الاصابع فالنهي انما ورد عند المشي الى المسجد الى الصلاة او عند انتظار الصلاة في المسجد او اثناء الصلاة او اثناء الصلاة طبعا فانه في صلاة وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل وهو عامد الى المسجد انه في صلاة لانه يحضر نفسه للصلاة وكذلك اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو يحضر نفسه للصلاة ويهيئ روحه وقلبه وعقله للصلاة وهذا لا ينسجم ولا يتوافق مع هذا العبث عبث تشبيك الاصابع وبعضهم يترتق اصابعه يعني يشبك بن اصابعه لتقطقتها وفرقعة الاصابع وغير ذلك فهذا من العبث الذي لا يتوافق مع حرمة الصلاة وانتظار الصلاة عندما ينتهي من الصلاة لا بأس ان يشبك يديه اما هذا الحديث فهو حديث صحيح رواه ابو داود في سننه وهو في صحيح سنن ابو داود بارك الله فيكم فضلت وستد عندي سؤال اخر هنا يسأل السائل ان الله يخفض القسطة ويرفعه انا يسأل عن معنى هذا الخفض هذا انا هذا كذلك مما ذكرناه من الغريب هذا الذي لا يفهمه الكثير من الناس لطول العهد وإلا فإنه في عهد الرسالة كان لفصاحة القوم وبلاغتهم يفهمون هذا بسهولة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم في صحيحه فاذا لا يسأل عن صحته ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسطة ويرفعه وشرح القسط بمعنى الميزان ان الميزان يرفع ترفع اعمال العباد في هذا الميزان فينخفض ويرتفع هذا الميزان وهناك من قال ان المقصود به هو الرزق ويضع الموازين القسطة ليوم القيامة فالميزان اما الميزان واما الرزق لان الله تبارك وتعالى يخفض احيانا الرزق اعالى العباد ويقتره عليهم فهذا خفضه واحيانا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق معنى يرفعه يبسط هذا الرزق للعباد هذا معنى يخفض ويرفعه القسط والقسط اما الميزان واما ارزاق العباد هذا هو معنى هذا الحديث وقد صارت كلمة يخفض القسط ويرفعه كلمة غريبة بالسبب طول العهد كما قلنا لهذا بيّنها ائمة الغريب ائمة اللغة والمحدثون في كتب غريب الحديث لو رجع فضيلة لو رجع الناس الى اللغة العربية الصحيحة الى القرآن الكريم ودرسوا هل ينعدم هذا الشيء قليلا صحيح يعني ان الناس لو رجعوا الى قراءة كتب قراءة القرآن الكريم وهو افصح نص نازل من السماي وكذلك قراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو افصح من نطق بالضاد وقراءة اقول الصحابة تابعين واتباع التابعين فان لغتهم ستفصح ولهذا يعني قراءة اللغة المبتذلة هذه مثلا منتشر الان في وسائل التواصل وكذا وكذا يعني هذه تساهم في الغريب تساهم في الغريب فتنقطع صلة الناس باللغة الفصيحة البليغة فيحتاجون الى شروح وحواش حتى يفهموا بعض الالفاظ في العربية ولو قوى الناس صلتهم بكتاب الله تعالى وتفسيره والحديث وشرحه لا فصحت ألسنتهم وقويت لغتهم فلهذا نحن من خلال بيان حديث الشريف والسنة المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم نحث الناس على الرجوع الى ينابيع ينابيع الإسلام ومراجع مرجعية الإسلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شكر الله لكم فضيلة أستاذ سؤال آخر أهل السلام عليكم السلام عليكم الله جزيكم بخير واحد الحديث ونسخصكم عليه لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش ما الفرق بين الفحش والتفاحش وهل هذا الحديث صحيح جزاكم الله وعلا خيلا وأنتم أهل الجزاء السائل يسأل عن الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش يسأل الحديث هل هو صحيح ثم ما معنى أو ما الفرق بين الفحش والتفاحش نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح كما صححه الكثير من أهل الحديث وصححه بعض المعاصرين فالحديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة فهذا من علامات الساعة السورة حتى يخون الأمين ويؤتمن ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب بين يدي الساعة سنوات الخداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثاله وهو حديث عن أشراط الساعة الصغرى وليس الكبرى التي تنذر بقرب قيام الساعة وهو هذه الأخلاق التي سيتصف بها الناس لبعد عهدهم عن معدن الرسالة وزمن النبوة ولبعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيعالج ويطهر المجتمعات من هذه الآفات وهي آفة الفحش والتفاحش والفرق بالفحش والتفاحش الفحش هو قول الفحش أو فعله والتفاحش هو أن الرجل يبيت يستر الله تبارك وتعالى عليه فيخرج إلى الناس ويتفاحش بمعنى يذكر للناس ويتباع بفاحشته بمعنى أن تصبح الفاحشة ظاهرة علانية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كل أمة معافا إلا المجاهرين كل أمة معافا إلا المجاهرين وقال عليه الصلاة والسلام إذا ابتليتم بشيء من هذه من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر فالتعالن والعلانية والجهر بالمعصية هذا يعني من أشراط الساعة الصغرى لهذا قال الفحش والتفاحش هذا الأحاديث مثل هذه الأحاديث يكون فيها بعض الإشكال عند بعض الناس نعم يسمع مثلا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش هل هذا الظهور قدر من الله عز وجل أم هو من فعل الإنسان يعني هل هو شيء محتوم لا يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم وعلم الله تبارك وتعالى بالشيء لا يعني أنه قد فرض على الإنسان بغير اختياره وبغير مشيئته فالإنسان حر مختار وهو مسؤول عن أفعاله فهو الذي يرتكب هذه الأفعال من الفحش والتفاحش وقطع الرحم وإلا لما كان الحساب لو كان الله تبارك وتعالى قد قدر هذا وحتمه فلا يكون الحساب لو لم تكن للإنسان مشيئة واختيار في سلوكه في أقواله وفي أعماله وما تشاءون إلا أن يشاء الله ومن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر الآيات والأحاديث في هذا كثيرة فالإنسان مسؤول عن أفعاله ومستحق للعقاب بأعماله هذه والكثرة لا يعني أنه ستعم المجتمع بأسره لأنه الأحاديث الأخرى فيه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم إلى أن تقوم الساعة فالحمد لله يعني الأمة فيها خير كثير وفيها أناس ليسوا من أهل الفحش والتفاحش وليسوا من أهل قطع الراحم وليسوا من أهل سوء المجاورة ولكن هذا سيكثر كما قال أنه يكثر يكثر لا يعني أنه لن يكون هناك نعم شكرا جزيلا فضلت أستاذ عندي سؤال آخر ربما له علاقة وطيدة بالغريب أيضا يسأل السائل فأتى بضب محنوذ هذا يسأل في الحديث قال ما معنى محنوذ نعم هذا من الغريب كذلك محنوذ وحنيذ هذه الألفاظ أصبحت اليوم غريبة لا يفهم الناس معنى محنوذ ومعنى حنيذ وفي العهد النبوي كان مستعملا وكان عند العرب الفصاع مستعملا فهذا حديث هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح مسلم نعم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع خالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة أم المؤمنين فأتي بضب محنوذ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه يده فقال خالد أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافو قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فهذا الضب المحنوذ قال العلماء هو المشوي بالرضف والرضف هي الحجارة المحمى هناك حجارة تحمى هل يكن قلوا هل يكن المدفون ربما ربما في الجنوب يكن المدفون يعني الحجارة تحمى ثم يشوى عليها الضب أو كما قال الله تبارك وتعالى فجاء بعجل حنيذ إبراهيم عليه السلام والعجل الحنيذ هو المشوي بالرضف كذلك وهي الحجارة المحمى العجل وحنيذ هو أرقى أنواع الكرم إبراهيم عليه السلام وكان كريما هو الكريم ابن الكريم فإذا هذا هو المعنى محنوذ الذي هو كلمة من الغريب أو حنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمى وهذا الحديث يأخذ منه إباحة أكل الضب فقد فعله خالد بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفقه كذلك أن الرجل إذا عف طعاما وإن كان مباحا فلا حرج عليه كما عفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يألف أكله لأنه من أهل الحاضرة مكة والمدينة من الحواضر بخلاف خالد فخالد عاش في البادية وأهل البادية العرب ألفوا أكل الضب لا سيما الرعاة رعاة الإبل في الصحراء وغيرهم فأولي ألف أكل الضب لهذا أكله خالد قال فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر فهذا هو الضب المحنوذ والمحنوذ هي كلمة من الغريب تعني المشوي على الحجارة المحمات والحنيد فعيل بمعنى مفعول حنيد بمعنى محنوذ نعم فعيل بمعنى مفعول نعم بارك الله فيكم فضيلة أستاذ إذا سمحتم نستقبل مكالمة أخرى ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخت حالا من مدينة سالة بغيت نسولكم على واحد الحديث اللي هو ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا هل هو حديث صحيح وما معناه وشكرا شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم فضلت دكتور كما سمعتم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا إلى آخر الحديث لا حديث صحيح تسأل سائل أجل هذا الحديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه وقال حديث صحيح وهو من رواية عمر بن شعيد عن أبيه عن جده وأنت تعرف صحيفة عمر بن شعيد من الصحف الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا ويعرف لعالمنا هذه الزيادة وردت في مسند الإمام أحمد وهي بمجموعة الطرق حسنة عن الحديث حسن والحديث حسن الحسن لغيره تجمع طرقه يكون في الأصل ضعيفا لكن تجمع الطرق فتقوي بعضها بعضا فيرتق الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره هذه الزيادة ويعرف لعالمنا إذن الحديث صحيح ومعناه عليه الصلاة والسلام يقول ليس مننا من لم يرحم صغيرنا فالواجب أعلى المسلمين عندما يقول ليس مننا ما المقصود ليس مننا يعني ليس من هدينا ولا من طريقتنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس مننا لا يعني نفي الإسلام عن الرجل الذي يصنع ذلك وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هدينا وليس من طريقتنا أن لا نرحم صغيرنا ونوقر كبيرنا ونعرف لعالمنا فالرحمة بالصغار هي قضية حتى عند البهائم ترحم صغارها ولقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالصغار فكان يحملهم في الصلاة على كتفيه وكان يختصر الصلاة إذا سمع بكاء الصبي رحمة بأمه وكان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان وكان يمازحهم كحديث يا أبا عمير ما فعلنه غير وغير ذلك فالرحمة بالصغار هذه من القيم الأخلاقية العظيمة في المجتمع السليم كذلك توقير الكبير معنى إجلاله واحترامه وتقديره وتقديمه والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول كبر كبر بمعنى يقدم الكبير وتوقيرا له واحتراما وإجلالا متى يكون الإنسان فضيلة الأستاذ قد وقر الكبير الرجل الكبير الذي شاب شيبة في الإسلام والذي له فضل وسبق في الإسلام والذي قدم خدمات لأمة الإسلام هذا ينبغي أن يقدر ويحترم ويقدم في كثير من الأمور لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكبير حتى في الصلاة حتى في الصلاة يعني أعلمكم ثم كذا ثم أكبركم إذا تساووا فأكبركم سنا ينبغي أمكم هذا تقدير للكبير وكذلك ورد في الحديث كما في مسند الإمام أحمد في زيادة الحديث ويعرف لعالمنا يعرف يعرف منزلته يعرف له منزلته حدف مفعول نعم ومكانته حدف المفعول وقدره فالعالم مكان ومنزله لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والعلماء ورثت الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا ذرهما ولكن ورثوا هذا العلم ومن أخذ به أخذ بحظ وافر فالعالم لابد أن نعرف منزلته ومكانه فنقدره ونشجعه ونحترمه فأمة لا تتوقر ولا تحترم ولا تقدر ولا تعرف مكان العظيم لعلمائها ورجال العلم فيها هذه أمة يعني ليست متخلقة بالأخلاق المطلوبة فهذا الحديث من أعلامات النبوة ومن دلائل النبوة ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فضيلة الدكتور جاءني الآن صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت رحمك الله إلى آخر الحديث هذا حديث معاوي من الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح وهذا معاوي من الحكم السلام كان حديث عهد بإسلام قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم في الصلاة نعم فقلت يرحمك الله في الصلاة نعم في الصلاة قال فرمان القوم بأبصارهم إنكارا علي لتكلمه في الصلاة قال فقلت واثك لأمه قال فجعلوا يضربون أفخادهم بأيديهم فعلمت أنهم يصمتونني يعني يسكتونني قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بأبي هو وأمه ما سبني ولا ضربني ولا كهرني وهنا الغريب كذلك ولا كهرني ولكن قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس يعني لا يجوز الكلام أثناء الصلاة فهذا من خلوقه صلى الله عليه وسلم هذا حصل بعد نزول النهي عن الكلام عن الكلام في الصلاة نعم بعد لأنه كان كان الناس يصلون ويتكلمون بما تدعو إليه الحاجة في الصلاة لكن ورد النهي بعد فنسخ هذا الحكم وهو جواز التكلم في الصلاة فلا يجوز التكلم في الصلاة والكلام في الصلاة إذا كثر يبتل الصلاة كما هو معلوم ولهذا رماه القوم لأنهم عارفوا النسخة ولم يعرفوا النسخة لأنه كان حديث عهد بإسلام ولكن انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولقد صدق الله تبارك وتعالى لما وصفه وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فقال الصحابي الجليل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا ضربه ولا كهره يعني انتهره كهر بمعنى كهر انتهر استذلوا على شرح هذا الغريب على هذه اللفظة من الغريب كهراني بالقراءات القرآنية في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرَ بدل فَلَا تَنْهَرَ فَلَا تَنْهَرَ وهذه قراءة من قراءات التي نزل بها القرآن وَلَا تَكْهَرَ فَلَا تَكْهَرَ فَلَا تَنْهَرَ فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الرجل بهذه الأخلاق الرفيعة وبهذه الرحمة وبعدم السب ولا النهر فما قال له يا جاهل لماذا تتكلم في الصلاة أو شيء من هذا القبيل وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد أن قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس الآن فضلت الأستاذ تجد واحد يعني يخطئ في مسجد فترتفع أصوات الناس سبحان الله يعني الناس بعيدون كثيرا عن هذا الهدي عن هذه الأخلاق فتجد الإمام مثلا يسهو في الصلاة فتقوم عليه الدنيا في المسجد أو رجل يخطئ في صلاته فتقوم عليه الدنيا أو ينسى هاتفه فلينظر الدعاة والخطباء والوعاظ والأهمة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل قال ما ضربني ولا كهرني ولا سبري عليه الصلاة والسلام وما رأيت أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام إنما لم يزد أن قال إن هذه الصلاة يأحل فيها من كلام الناس شيء نقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ونرحم الخلق ونرحم الخلق فإذا أخطئوا أرشدناهم بأدب وبأسلوب مهذب أي نعم فضيلة الأستاذ هنا حديث آخر كان رسول الله أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس ففزع أهل المدينة ذات مرة السائل هنا يسأل الحديث طويل يسأل عن كلمة لم تراعوا ويسأل عن صحة هذا الحديث هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أنس ابن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأكرم الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلقوا نحو الصوت فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من نحو الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وإن وجدناه لبحرا فعليه الصلاة والسلام هذا يدل على قوة قلبه وربطة جاشه هل هناك هجوم معه لا سمعوا صوتا فظنوا أنه صوت عدو ولكن لم يكن بذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أسبق القوم إلى الصوت حرصا على أمته وحرصا على مدينة نبي صلى الله عليه وسلم فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا عريا بغير سرج وهذا من تواضعه بسم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واضعا سيفه في عنقه وكانت هذه عادة كذلك وضع الصيف في العنق حتى ربما الوقت لا يسمح لا يسمح لا يسمح كما يقال ليوم حالة طوارئ كانت وأسرع نبي صلى الله عليه وسلم نحو الصوت يسبق القوم ثم لما علم بأنه ليس هناك عدو ولا خطر عاد عليه الصلاة والسلام على الفرس وكان هذا الفرس وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم يبطأ هذا فرس لأبي طلحة عليه الصلاة والسلام ركب فرس لأبي طلحة عري بغير سرج وكان يبطأ ما معني يعني لا يستطيع السرعة لا يعدو لا يعدو ويمشي فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فأصبح الفرس بعد ركوب النبي صلى الله عليه وسلم من بركة ركوبها عليه مسرعا ولهذا قال النبي الصلاة والسلام وإن وجدناه لبحرا وإن وجدناه لبحرا يعني وجدنا هذا الفرس يجري جري موج البحر أو جري البحر يعني أنه أصبح بعد أن كان بطيئا هذا الفرس أصبح مسرعا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إسراعا كبيرا إسراعا كبيرا وإن وجدناه لبحر ما وجدناه إلا بحرا في جريه كقول الله تعالى كما في قراءة حفص عن عاصم إن هذان لساحران إن هذان لساحران يعني ما هذان إلا ساحران ما هذان إلا ساحران نافية نعم فهذا هو الحديث فهذا يدل على كلمة لم تراعوا لم تراعوا يعني لا تفزعوا ولا ترعبوا يطمئنانا ولا تخافوا يعني يطمئنهم عليه الصلاة والسلام لا تفزعوا ليس هناك من عدو لم تراعوا لم تراعوا يعني لا تفزعوا ولا تخافوا ولا ترعبوا فليس هناك من خطر وليس هناك من عدو كذلك هذه الكلمة من الغريب قد لا يفهم الكثير من الناس اليوم لم تراعوا وهو من الروع وهو الفزع شدة الخوف فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وخلقا كما وصفه الصحابي وكان أكرم الناس أكرم الناس أجوذ الناس وكان أشجع الناس في رباطة الجأش وقوة القلب عليه الصلاة والسلام ودليله هو أنه ذهب لوحده دون خوف ولا وجل جهة الصوت وسبق الناس جهة الصوت ثم رجع عليه الصلاة والسلام ثم ركب وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام ركب فرسا عريا ليس عليه سرج وعلق سيفه بعنقه عليه الصلاة والسلام فوصف الصحابي له أكرم الناس وأشجع الناس ثم الصحابي ذكر قصة قصة تدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وهي هذه القصة لما فزع أهل المدينة ذات ليلة كان أسبقهم لم يتوارى وراء الجيش كان أسبقهم إلى الصوت وفي الليل ولوحده ولم يرافقه أحد فأي رباطة للجأس وأي شجاح وفي حسنة أخرى أنه يطمئن الناس نعم أنك تطمئن الناس عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئاً أن يضر أمته من فزع أو خوف أو عدم اطمئنان أو سكينة أو غير ذلك وهو صلى الله عليه وسلم القائد النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله كل خير فضيلة الأستاذ لا سمحتم نستقبل مكالمة أخرى وأن أذكر مستمعي الأكارم ومشاهدين الأفاضل برقمنا الهاتف 05-37-68-51-60 05-37-68-51-60 ألو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخت حليمة من مدينة فاس بغيت نسولكم على واحد الحديث اللي هو يقول أبغوني في ضعفائكم واش هو حديث صحيح واشنو معناه واشكرا جزيلا لكم العفو فضيلة أستاذ الأخت حليمة من مدينة فاس تسأل عن حديث أبغوني في ضعفائكم هذا الحديث صحيح نعم أبغوني ليس أبغوني أبغوني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم هذا هو الحديث تمام الحديث وهذا الحديث قد أخرجه الإمام التربذي وفي سننة وقال حسن صحيح فهو في غاية الصحة هذا الحديث أبغوني في ضعفائكم أبغوني بما اطلبوا لي وادعووا لي ضعفائكم ليدعوا هؤلاء الضعفاء ليدعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلوهم وسيلة أو توسلوا بهم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم يعني أن هؤلاء الضعفاء من المرضى والشيوخ الكبار والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين وغيرهم إنما ترزقون وتنصرون بهم فالله تبرك وتعالى برحمة هؤلاء والعطف عليهم والرحمة بهم فإذا لم يكن لهم مأوى جعلنا لهم مأوى وإذا لم يكن لهم طعام كانوا جياعا حدنا له معي الطعام وإذا لم يكن لهم تعليم ومدرسة أسسنا لهم مدرسة وتعليما كذوي الاحتياجات الخاصة من غير المبصرين والمعاقين وغير ذلك فهؤلاء سبب للنصر لأن الأسباب النصر والرزق ليست دائما مادية كما يعتقد كثير من الناس يظنوا بأن أسباب الرزق كلها مادية لا أسباب الرزق فيها من المعنوي الكثير ومن أسباب الرزق العناية بهؤلاء العناية بهؤلاء الضعفاء وتقديرهم والرحمة بهم فيطعم جائعهم ويؤوى مشردهم ويطبب مريضهم وغير ذلك فهؤلاء سبب بدعائهم وإخلاصهم لأنه إنسان المريض يكون أخلص ما يكون مرض والإنسان ذو الاحتياجات الخاصة تكون علاقتهم بالله تعالى قوية لأنهم ضعفاء فتكون علاقتهم بالله قوية وكذلك يكونون فيهم زهد في الدنيا ومتاعها الزائل وكذا وكذا فتكون صلتهم بالله تعالى وثيقة وصلتهم قوية بالله عز وجل لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم الدعاء لأن دعاءهم يستجيب الله تعالى له بإخلاصهم وقوة صلتهم بالله تعالى وفي هذا الحديث إشارة إلى وجوب عناية الأمة بضعفائها بارك الله وجوب عناية الأمة بضعفائها فإنما ترزق الأمة وتنصر بهؤلاء الضعفة فينبغي الاهتمام بهم اهتماما بالغا وأن نوليهم عناية فائقة إذن شكر الله لكم فضيلة الأستاذ أستأدنكم باستقبال مكالمة أخرى ألو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم معكم عبد الإله من فاس الله يجلزيكم بخير بغيت نسؤولكم على واحد الحديث فإن فساد ذات البين هي الحالقة فما معنا الحالقة في هذا الحديث وشكر الجزير لقناة محمد السادس بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الحالقة يسأل عن الحالقة في هذا الحديث الحديث لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام إلى آخر الحديث يسأل عن كلمة الحالقة ويسأل عن الحديث صحيح هذا كذلك هذه هي لفظة غريبة يعني لا يفهم الكثير من الناس لفظة الحالقة والحديث بثمامه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وكذلك أبو داود في سننه وقال الترمذي حديث صحيح أو حسن صحيح فالحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما هو أفضل من النوافل نوافل والليس الواجبات الصدقة ونوافل الصيام ونوافل الصلاة وهو إصلاح ذات البين بين الناس يعني تقرير بين الناس المصلح الذي يصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين من المسلمين هذا له أجر كبير وثواب عظيم والذي يسعى إلى الصلح بين الناس إصلاح ذات البين بين الناس له أجر كبير ولهذا قال لأن العداوات بين المسلمين هي السبب ذهاب ريحهم وسبب ذهاب قوتهم وسبب طمع العدو فيهم وطبعا هذا الحديث يشرحه الحديث الآخر الذي في مسند الإمام أحمد وهو حديث حسن كذلك دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء إنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فبهذا الحديث وقد ذكرت فيما تقدم بين الأحاديث بعضها يفسر يفسر بعضا بعضها يأخذ برقاب بعض كما هنا الحالقة في الحديث الأول وتفسير المأثور بالمأثور أفضل نعم من أفضل تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في حديث آخر هذا أفضل أنواع شرح الغريب فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالحالقة هنا فقال لا أقول تحلق الشعر ليس المقصود حلاقة الشعر ولكن حلاقة الدين فساددة البين بالمسلمين تحلق الدين يعني تزيل الدين نهائيا لا يعود هناك دين مقصود النميمة وهذه الأمور لأن الله تبارك وتعالى يقول وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالنميمة والغيبة وإفساد ما بين الأحبة لا سيم النمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات أو لا يدخل الجنة النمام لماذا؟ لا يدخل الجنة وهذا وعيد شديد لأنه يفسد بين الناس ويفسد بين الأحبة بين المحبين لهذا النمام أشد الناس عذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين إنه ما يعذبان وما يعذبان في كبير في كبير بزعمهما أنا وليس كبير إلا فإنه كبير فما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الثاني آخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس فمعظم عذاب القبر من النميمة والنمام أو القتات لا يدخل الجنة أبدا لهذا أعلى المسلمين الحرص من الغيبة ومن النميمة لأن فيها إفساد ما بين المسلمين لأن إفساد ذات البين هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلاقة الدين هذه أعظم المصائب لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لأن أعظم المصائب هي المصيبة في الدين لأن وحدة الأمة تتفكك وتنحل بفساد ذات البين وبفساد ذات البين يفسد الدين نفسه فلا تعود هناك جامعة الدين جامع يجمع الأمة لا يعود هناك جامعة تجمع الأمة إذا ذهب الدين وذهب الدين من فساد ذات البين بارك الله بكم جزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم على هذا الحضور الطيب المفيد وعلى هذه الإضاءات النيرة التي تنير بها المشاهد الكريم والمستمع الفاضل والمتتبع بارك الله فيكم وجزاكم كل خير وأنتم أيضا أيها السادة والسيدات نشكركم على تفاعلكم ونشكركم على تواصلكم ونشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة